شيعت في العاصمة الأردنية عمان جنازة المخرج العراقي الكبير فيصل الياسري الذي وفته المانية عن تسعة وثمانين عام وشاد المشيعون بمسيرة الراحل الطويلة والزاخرة في الدراما والتلفزيون والسينما مؤكدين أن الراحل كان واحدا من كبار الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية أوساط دبلوماسية وأخرى ثقافية ممن حضرت مراسم التشييع الذي قامته السفارة العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية أشادت بالرحلة المعطاء للفنان الراحل فيصل الياسري خلال مسيرة حياته الفنية التي استمرت لعقود من الزمان خلات قدم فيها أعمال فنية كانت من إخراجه ارتقت إلى مستوى عالي من الاحتراف في عالم المهنة أصلا هو كان مبدع كبير ومعروف ومن أشر الأشياء كانت أول فيلم عربي الأميرة والنهر أنه أخرجه وصنع والدي وطبعا البرنامج المشهور التعليمي أفتح يا سمسم وفيلم القناص وفيلم عديدة وكتب وأنه أشياء أصلا ما قدر أتكرها كلها خدم العراق وخدم الفن العراقي وخدم الثقافة العراقية عنده كتب كثيرة عنده مؤلفات في سنة الف وتسعمية وثلين وخمسين هو أصدر كتابيا فيصل ياسري بالوقت اللي كان هو في الثانوية في العدادية كان واحد اسمه في الطريق وواحد كانت عبره فيصل ياسري عن فدع ألم من أعلام العراق جوانب حياته ومحطاته الإبداعية سواء على صعيد الفن أم على الجانب الشخصي كانت محاور حديث البعض من أقاربه وأزقائه مما رافقوه لفترات طويلة اليوم نود فيصل ياسري أبا ديار هذه الشخصية التي اجتمع الجميع على محبته ومحبة العراق له اليوم وهو يتوجه إلى العراق وإلى بغداد التي حبها وتغزل فيها دائما حيث مثواه الأخير يذكر أن الراحل عمل في جوانب عديدة كالصحافة وكتابة القصة والرواية إضافة إلى عمله الأساس في عالم الإخراج إنها رحلة طويلة من الإبداع والعطاء توجت بأعمال كثيرة فيما يخص الدراما ناهيك عن أنه عمل أيضا على تأسيس العديد من المحطات التلفزيونية ويعد الياسري أيقونة الدراما العراقية والعربية لما قدمه من أعمال إبداعية ستظل راسخة في الذاكرة الجمعية أثير عادل العراقية الإخبارية عمان